السلام عليكم ورحمة الله سر عجيب في سورة الفتح أخي الحبيب أربع آيات فقط احفظها لتفتح لك الأبواب المغلقة هذه السورة ببركتها فتحت مكة المكرمة لأول مرة إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك الصراط المستقيمة والله أيها الأحبة هذه الآية أنا شخصيا جربتها مرات كثيرة لا يمكن أن يكون هناك أمر مغلق إلا ويفتح ببركة تكرار هذه الآيات الأربعة سوف نتأمل اليوم السر في هذه الآيات ما هي الفائدة عندما أقرأ هذه الآيات ماذا يتغير في حياتي إذا فهمت هذه الآيات كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبر آياته وليتذكر أولو الألباب إذن الهدف من القرآن هو التدبر والتذكر وليس مجرد القراءة وليس مجرد الحفظ الميكانيكي للآيات بدون فهم لأن الله عز وجل أخي الحبيب أنزل هذا القرآن ليغير حياتك هو غير حياة النبي صلى الله عليه وسلم وغير حياة الصحابة الكرام أخرجهم من الظلمات إلى النور انتقل بهم إلى الجاهلية من الجاهلية إلى نور المعرفة انتقل بهم من غياه بالضلال إلى نور الحق والإيمان والهدى واليقين دعوني أتأمل معكم هذه الآيات وكيف نحفظها أنا أريدك أن تحفظ معي أخي الحبيب رجاء لأنني دائما أكرر وأقول لا فائدة من مجرد القراءة السريعة نريد أن نقرأ ثم نحفظ ثم نتدبر هذه مراحل المراحل لتصل للتدبر القراءة أولا ثم الحفظ المتقن ثم التدبر هنا الملك عز وجل يخاطب حبيبه عليه الصلاة والسلام ويقول يا محمد صلى الله عليه وسلم إن فتحنا لك فتحا مبينا هو فتح مكة مبين استلم مكة من دون حرب الناس الذين أخرجوه من مكة المكرمة تأمل أخي الحبيب هذه فيها معنى ينعكس على حياتنا هناك إنسان قد يتربص بك يريد أن يؤذيك يريد أن يضيق رزقك إنسان يحسدك على معيشتك إنسان همه أن يضرك مثل هذا الإنسان أو مثل هذه الظروف تعرض لها النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يريدون قتله وتآمروا عليه وأخرجوه من مكة من مكة مهاجرا إلى المدينة فوعده الله بالنصر وعاد لمكة فاتحا هذه البلدة المباركة الطيبة المقدسة من دون حرب ومن دون قتال ومن دون الدماء وهذا أكبر دليل على أن الإسلام لم ينتشر بالسيف كما يقولون بل انتشر بالحب والتسامح والعلم لأن قوة الإسلام في تعالمه تكمن في تعالمه فعندما دخل النبي عليه الصلاة والسلام فاتحا مكة طبق أعظم عمل في التاريخ لم يطبقه أحد عفى عن هؤلاء الذين قتلوا من أصحابه وتأمروا على قتله وأخرجوه وحاولوا قتله وحاولوا إذاءه وأخذوا أملاك المؤمنين واستعبدوهم وحاولوا تشريدهم وقتلهم والتخلص منهم وحاكوا المؤامرات ضدهم كل هذه الأعمال تصور هذه جرائم حرب اليوم بلغة القرن الحادي والعشرين النبي عليه الصلاة والسلام بكلمة واحدة قال ما تظنون أني فاعل بكم بكل بساطة هم يعلمون أنه نبي ولكن الكبر كان يمنعهم من الإيمان وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين فهنا النبي بكل بساطة يقول لهم ما تظنون أني فاعل بكم فيقولون أخ كريم وابن أخ كريم كانوا يعلمون صفات الكرم والعفو عند النبي عليه الصلاة والسلام فعفى عنهم وقال اذهبوا فأنتم الطلقاء أطلقهم لوجه لا وهنا بدأوا يدخلون في دين الله أفواجا انظر هذا الموقف قلب أعداءه إلى أتباع مخلصين مدافعين عنه صلى الله عليه وسلم من من اليوم يتمتع بهذه الأخلاق من من اليوم يمارس العفو والتسامح فلذلك أخي الحبيب هنا قاعدة مهمة إذا أردت أن يفتح الله لك فتحا مبينا أعفو عن الناس طبق العفو أعفو عن من أساء لك تسامح مع من تأمر ضدك هذا العفو هو مفتاح باب الفتح إذا أردت أن تفتح لك الأبواب المغلقة طبق العفو والتسامح والتواضع وحب الخير للناس إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك طيب بالله عليكم رسول كريم أمضى عمره كاملا يدعوهم إلى الإيمان ما هي الذنوب التي ارتكبها يعني هل يعقل أن النبي لديه ذنوب وهو الذي عصمه الله من الشر ومن الذنب ومن الأذى ومن الإثم طبعا أبدا ولكن الله يريد أن يعلمنا يريد أن يقول لنا أنظروا هذا رسول الله أقرب الخلق إلى الله عز وجل على الرغم من ذلك كان يستغفر الله أكثر من مئة مرة كل يوم فغفر الله ذنبه ماذا نفعل نحن إذا كان النبي الأعظم عليه الصلاة والسلام يستغفر الله كل يوم مئة مرة أنت ماذا ماذا يجب أن تفعل وأنت المنغمس في الذنوب ذنوب النبي عليه الصلاة والسلام أنا أقول لك ما هي كان يحمل هم الملحدين والمنافقين والمشركين كان يتعب نفسه في سبيل أن يؤمن في سبيل أن ينقذهم من عذاب النار تصور معي أخي الحبيب لذلك كان الله يعاتبهم يقول له ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين وعبد ربك حتى يأتيك اليقين فلعلك باخع نفسك متعب ومهلك نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا يعني يتعب نفسه أسفا عليهم وحزنا عليهم لذلك كان يأمره سبحانه وتعالى ولا تحزن عليهم فأنت اقتدي بهذا النبي أحب الخير للناس وأتعب نفسك في سبيل أن تنصح الناس وتخدم الناس وتساعد الناس وتحب الخير لجميع الناس هذا هو النبي عليه الصلاة والسلام ومن أحب أن يكون مع النبي يوم القيامة يجب أن يقتدي بأخلاق النبي عليه الصلاة والسلام إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ما تقدم وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك الصراط المستقيمة هذا النداء ليس للنبي فقط هو لنا أيضا هذا النداء هو لكل من رضي بهذا النبي رسولا ونبيا مدوم ترضيت به نبيا فهو قدوة لك والخطاب الموجه للنبي عليه الصلاة والسلام أيضا أنت مقصودا به موجه لك ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك الصراط المستقيمة إذن أنا عندما أقرأ هذه الآيات أستبشر أن الله سيفتح لي هذا الباب المغلق الذي أظن أنه لا يفتح سييسر لي حل هذه المشكلة المستعصية التي لا أظن أنها تحل سيفتح لي هذا الباب الذي يأست منه سيفتح أمامي ببركة هذه الآيات الكريمة وأنه سيهديني إلى الصراط المستقيم والهداية هنا أيها الأحبة لا تعني فقط هداية الإيمان أحيانا إنسان يمرض ويدفع الكثير ويذهب من طبيب لطبيب لآخر وربما العلاج يكون بجانبه ومجاني ولا يدري لم يهتدي للعلاج الصحيح لم يهتدي للطريق القصير الذي يوصله إلى هذا العلاج يسلك طرق طويلة جدا والطريق قصير مستقيم نحن نعلم أن أقصر طريق بين نقطتين هو الطريق المستقيم لذلك الله سماه الصراط المستقيم يعني الطريق المستقيم يعني يهديك يا محمد عليه الصلاة والسلام طريقا مستقيما تصل به إلى مرضات الله وتصل به إلى حل مشاكلك أيضا في الدنيا وتصل به إلى هداية الناس لأن الله يقول أيضا مخاطبا النبي عليه الصلاة والسلام وإنك يا محمد وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم فهنا ينبغي أن أنظر أنا لنفسي أنني أيضا أنا مقصود بهذه الآية إذا قرأت هذه الآيات سوف يهديني الله صراطا مستقيما طريقا مستقيما للإيمان لحل مشاكلي لعلاج أمراضي يهديني صراطا مستقيما للرزق لأقصر طريق للرزق وهكذا وينصرك الله نصرا عزيزا أيها الأحبة كلنا نحتاج لنوع ما من النصر في هذه الحياة وأكبر نصر تحققه أخي الحبيب ليس النصر المادي في معركة لا أن تنتصر على نفسك الأمارة بالسوء أن تنتصر على شهواتك التي تأمرك بالشر أن تنتصر على الحقد الذي في داخلك أن تنتصر على حب الانتقام الذي يغلف قلبك عندما يسيء لك إنسان تبرز في داخلك غريزة حب الانتقام إذا انتصرت عليها وعفوت عن هذا الإنسان هذا هو النصر العزيز أو هذا نوع من أنواع النصر أن تنتصر على شيطانك هذا نصر أن تنتصر على حب الدنيا والشهوات أن تنتصر على أكل أموال الناس بالباطل كل أنواع النصر كثيرة جدا وينصرك الله نصرا عزيزا طيب لماذا الله سيفتح لي الأبواب المغلقة ويهديني الصراط المستقيم وينصرني النصر العزيز انظر معي إلى هذه الآية الأخيرة هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين أريدك وأنت تقرأ هذه الآية أن تغمض عينيك وترجع ألف وأربعمائة سنة لزمن النبي عليه الصلاة والسلام المؤمنون كانوا في حالة ضيق وحاجة واستضعاف في بداية الدعوة فأنزل الله السكينة في قلوبهم الطمأنينة وهذه ثمرة الإيمان عندما تؤمن بالله وتتوكل على الله ينزل الله عليك السكينة هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيم هنا الموقع والموضع هذا يتطلب العزة والحكمة أنك أنت الآن مع إله عزيز حكيم الإنسان قد يكون عزيزا في قومه ولكن قد يكون متهور عديم الحكمة وهناك إنسان قد يكون حكيم فعلا ولكنه ضعيف فالله سبحانه وتعالى جمع هتين الصفتين العزة والحكمة فعلى الرغم من أنه عزيز يعني عزيز يعني فيه معنى القوة والسيطرة والتحكم وفيه معنى العزة إن العزة لله جميع ولرسوله وللمؤمنين معنى العزة السيطرة الملك بيده القوة عنده قادر على أن يعاقب قادر على أن ينتقم كل هذا من معانى العزة ولكن بنفس الوقت هو لا يظلم أحدا لأنه حكيم هو يرحم عباده لأنه حكيم يعلم ما في قلوبهم فإذن هنا أخي الحبيب بعد أن فهمنا هذه الآيات بهذه الطريقة أنا شخصيا أصبحت أتذوق هذه الآيات بطريقة أخرى أنني أنا المقصود أيضا بهذه الآيات لأنني أنا من أتباع النبي عليه الصلاة والسلام والذي نصر النبي سينصرني والذي هدى النبي وفتح له أبواب النصر سيفتح لي الأبواب المغلقة لأنني أنا أتمسك بإله عزيز حكيم قوي قادر أن يحميني ويحفظني ويفتح لي كل باب مغلق ويهديني لأقصر طريق طريق مستقيم لأحل مشاكلي وأتخلص من همومي وأتخلص من ضيق الرزق وضيق العيش وضيق المرض وغير ذلك وبالتالي يعني رجاء أن أحفظ هذه الآيات سأختم بها أكررها أحفظها أخي الكريم أربع آيات لن تخسر الكثير من الوقت بل ستكون هذه الآيات شفاءة لك وستفرح بها يوم موتك يوم دخولك القبر القرآن يأتي من عند رأسك يدافع عنك أخي الحبيب لحظة لقاء الله ستفرح عندما يقال يعني الله قال لنبي عليه الصلاة والسلام ولنا وإنه أي القرآن القرآن وإنه لذكر لك يا محمد ولقومك يعني نحن وسوف تسألون تسألون عن هذا القرآن على الأقل تقول يا رب أنا حفظت هذه الآيات وفهمتها وفهمتها وتدبرتها وأيقنت فيها وتذوقت حلاوتها إنا فتحنا لك فتحا مبينا الآية رقم واحد سورة الفتح ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر كما قلت لك وأنت تقرأ تخيل أن ذنوبك تتساقط وأنت تقرأ هذه الآيات وأن الأبواب المغلقة ستفتح بإذن الله ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيمة أيضا تعتقد وتستيقن أن الله سيهديك لحل مشاكلك والتخلص من همومك وأنه سيغفر لك إن شاء الله وينصرك الله نصرا عزيزا إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيمة وينصرك الله نصرا عزيزا استيقن أن النصر سيأتي على من يحسدك أو يريد بك شرا وأن الله قادر على ذلك وأيقن أن السكينة ستأتي إليك لترتاح من هموم هذه الدنيا هو الذي أنزل السكينة هذه الآية رقم أربعة هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم انظر هذه الكلمات كلما كررتها يجب أن تستشعر زيادة الإيمان ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما هذا المرض الذي أصابني هو جندي من جنود الله هذا الزلزال الذي أخشى منه هو جندي من جنود الله كل شيء لا تنسونا من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حتى يتبين لهم أنه الحق